السلام عليكم أخوتي و أخوتيتي مرحبا بكم في الفقرة الثالثة و الفيديو الثالث لأهم أخبار الجزائر اليوم و أخبار العالم بزالت لدينا المزيد من الأخبار هذا الفيديو الآن وكان بدنا نحزبوني قاوها الـ 11 و 12 اللي نقاو فيها يعني المجتمع المغربي الآن يطالب بفتح الحدود مع الجزائر بيش يدخلوا للجزائر ولكن ولا مرة شفنا هذا الأمر من ناحية الجزائر وكشيكم معاكم في فيديوهات هذا خوتي أيضا في الأخبار وهذا الخبر كبير جدا إلغاء التأشيرة السياسية و الخدمية بين الجزائر و إيران و الآن رح يتم إلغاء كل أنواع التأشيرات بين البلدين يعني إذا رحب تروح توريس دوكل إيران تقدر تروح الأخبار أيضا رح نقول لكم فضائح جمع الآن الدول العربية كلها ربي يهضروا على هذا الموضوع حتى الدول المطبعة رمت شوكين كيفاء تجرأت وقامت المروك بيعني قبول السفينة الإسرائيلي يعني بالي يا أخوتي شاركت معكم بضي الخبر بزيف ولكن كل يوم زدوا الناس عبروا على رأيهم حول هذا الموضوع و أنا صراحة راح عاجمني الحال كالعالم كله اكتشف طبيعات المروك أين أخوتي الأمر اللي كانوا خايفين منه الكثير و كنا خايفين منه حدث بالفعل إسرائيل تهاجم جنوب لبنان يعني بأسلحة محرمة دوليا وهي الفوسفور ورد حزب الله راح يكون عنيف جدا حدنا الكثير من الأخبار الأخرى الجزائر الآن تدرس ربط الجنوب بالكهرباء رغم أنه الطاقة كل هجين من الجنوب مدن جزائرية جديدة مدن جديدة ضخمة في الجزائر رئيس سوركيا أيضا يحل في الجزائر مجددا أخيرا نحن أحكي لكم على الجديدة القضية على الإرهاب اللي هاجم مدينة داكستان بروسيا كمشتو خاوتي هي أبرز عنها من الأخبار اليوم قبل أن نبدأ في التفاصيل لا تنسوش أرجوكم تضغطونا على زر الإعجاب خاوتي الله يحفظكم هذا الأمر سيساعدنا بزاف اشتركونا خاوتي في القناة وفعلوا جرس الأمور هذه كلها تدعمنا نصدع الحمالات السينيار نخليكم الآن تقرأوا الأخبار مؤخرا الهجوم الإرهابي زعمة زعمة ليدرته الداعش بين قوسين على داكستان ارتفعت فيه حصيرة القتلى الآن ولو كان عشرة من الشرطة ميتين ثلاثين مبليزي وما زالت المطاردة إلى الوقت حتى الوقت هذا الناهضرو فيه خاوتي قامت الشرطة الداكستانية بالقبض على العديد من هؤلاء الإرهاب ولكنهم فروا أيضا هناك فيديوهات بشعة لهذا العملية حيث هذا الإرهاب ذبحوا القسط على كنائس المسيحيين ثمك وزدوا زدمه على السيناكوغ تاليهود في داكستان لكن الأمر الغريب هو أن هذا الداعش وكثير من الأطراف العرامية اتهموا إسرائيل بهذا الأمر رغم أن حكومة روسيا رأي تتهم كل من أمريكا وأوكرانيا قالك داعش إسرائيل وما أدركها ما داعش إسرائيل تضرب داكستان بداعش والهدف هي السياحة في داكستان تتمتع داكستان بجمال طبيعي خلاب لم أرى مثله في حياتي يعني هذا خوتي من شخص المطيري يتحدث على أمور السياسة وننتابع صراحة لأنه يحضر بزيفة للجزائر قاله بالله هو ديجا راح توريس للداكستان وشاف الجمال تعد داكستان دخل له كبار للروسيا من السياحة وبالتالي إسرائيل استهدفت داكستان على حسبه لا تشكوا خوتي في هذا الموضوع خبرونيكم في التعليقات المزيد من المنطقة يطالبون بالدخول إلى الجزائر عبر قنواتهم والسبب هو الوضع المزرر للمعايشون هناك رغم أنهم كل يوم رمي الضحك وزعمه على تيارات وعلى الجزائر وعلى الطوابير يا خلكم تضحكوا على الجزائر لا راك جيت زحمنا في الطوابير كما تظلوا تضحكوا خليكم شوفوا الفيديو خوتي السلام عليكم أنا كان طالبوا بالحكومة الجزائرية تحن الحدود حسب زرد الخدمة منطقة شرقية راها ضائعة بزار ولا منطقة شرقية كنا منكا نحلنا وكنا راها قدام يمليح بصعد أمد أيام ترها تدورها مع الجفاف فيها صارحة وهو هذا السلام عليكم الآن يا خوتي هذو شكوون هذو التجار اللي كانوا يخدموا مع الجزائر والمروك ولكن كيف زف جزائريين انظروا خوتي حتى كتسكرت الحدود بين الجزائر والمروك ولكن أنا عيزة النفس التحم عيزة النفس التعال الجزائرية ما تسمح لهم شي طالبوا من الحكومة الجزائرية بفتح الحدود خصوصا بعد كل ما قامت به المروك من تطبيعها وخيانتها ولكن الماركة طبعا قوروا واحدهم الآن مضطرين يطالبوا من الحكومة الجزائرية بفتح الحدود مع المروك يعني الأمر كله على بيد الجزائر يعني الجزائر هي اللي يمكن لها فتح الحدود والمروك ريم الثماني هذا الأمر ولكن أيضا هي اللي تقدر تخليه مغرق إلى أبد الأبدين والآن يرى الكثير أن مسألة فتح الحدود يعني على الأقل فيها العقد اللي رأنا فيها خارج المسألة يعني خارج النطقة التغطية والمحاسبة أوقع يعني مش رح تحدث أما خصوص الجزائريين والخيانات المغربية لدارتها هالك خيانة أخرى وشوفوا العرب اللي أنشم يهضروا عليها السلام عليكم يا أخوان اسمعوا هذا الخبر اللي يفرفش اللي ينعنش القلب اللي يوركنا الأمة الإسلامية أمة المتحدة ها؟ اسمعوا تعمق التعاون الدفاعي بين إسرائيل والمغرب نعم في تعاون دفاعي بين إسرائيل والمغرب اسمعوا وصلت سفينة الإنزالة الجديدة التابعة للبحرية الإسرائيلية إلى طنجة للحصول على الإمدادات أثناء الإبحار بين الولايات المتحدة وإسرائيل لا ومو بس وقفوا في مطائف ميناء طنجة اسمعوا الطامة الأكبر منها ها؟ وفي إطار توقف السفينة على الطريق الطويل من باسكا جولا في الميسيسيبي إلى القاعدة البحرية في حيفا حيث قامت طاقا بتخزين الوقود والطعام لبقية الرحلة إلى إسرائيل والتي اكتملت يوم الأحد نعم توقفوا وأخذوا وقود وطعام المشكلة ما قالش الطامة الكبرى هي أن هذه السفينة كانت رابدة جنود عسكريين رايحين للإسرائيلة باش يضربوا بهم الشعب الفلسطيني وليومبوكس معنا قصف صهيوني على قطع غزامة وفيه ستين شهيد الله يرحمهم وثانيك ربما راح يقولها ما شاف لح يقولها إسبانيا دولة أوروبية مسيحية ومنعت السفينة الإسرائيلية باش ترسوا مروقت لها مرحبا بك لا لا وروحين زيدانا نعطيك الدراها نعطيك الميكلة ونعطيك ليسونس وطعام أخذوا طعام في الوقت الذي يموت أهلنا فيه غزة في الشمال من المجاعة والمغرب يعطون أكل لهؤلاء الصهاينة وعشان تتأكدون من الخبر أكثر الدش على موقع اسمه Vesselfinder.com هذا يوريك وين أماكن السفن بجميع انحاء العالم تكتب اسم السفينة اكتب اسم السفينة حين يوريكم صور اكتب اسم السفينة يوريك انها قبل يوم والسبع ساعات او التسع ساعات كانت موجودة في ميناء طنجة وهذه السفينة هذه السفينة حربية هذه السفينة حربية للدفاع الاسرائيلي جاي من أمريكا مزودة بصواريخ وأسلحة توقفت لأخذ الوقود ولأخذ أكل وطعام للجنود الإسرائيليين قلتكم خوتي انك اسمت الخبر هذا عرفت طعمة كبرى من أكبر الفضائح اللي دادت هالمروك حتى الآن يعني موش أكبر حتى من الفضائح حتى من الفضائحات تعرب عليها في جون دليل بماروك بحثتها للإسرائيل هذك المجال قدروا يخبوها هذي ما قدروا يخبوها صغير الآن دول عربية كلها يتحدث عليها حتى دول خليج كما تشوفوا في هذا الفيديو بماروك بماروك بحثتها خبرونيكم التعليقات أيضا في الأخبار وبخصوص إسرائيل وقصفه لغزة إسرائيل تفتح حرب من جبهة أخرى يعني لذكائهم المهم فتحت حرب من جبهة أخرى لا أستطيع أن نشارك معكم الفيديوات ولكن نستطيع أن نشارك معكم هذه الصور وهذا الصور أخوتي هي لجنوب لبنان وهو يتعرض إلى القصف بالفوسفور الكيماوي المحرم دوليا الآن كما راكم تشوفوا شن الجيش الإسرائيلي هجوما فوسفوريا عني فإن استهدف كفر أسمى صعيب هذه الكلمة أخوتي كفر كلا والخيام وتلها والعزية في جنوب لبنان وهو الأمر اللي كانت تتوعد بها حزب الله حزب الله قالوا بني إذا بدأت إسرائيل في الهجوم التاحها فالهجوم التاحنا راح يكون أقوى وراح يكون بلا قواعد ولا ضوابط يعني إحنا ثاني نستخدم الأسلحة الكيموية إذا تم استخدمتوا الأسلحة الكيموية إسرائيل عمرها محترمت الضوابط والقواعد خوتي هذا الأمر راح يننصح حرب مرعبة لأنه الآن حزب الله قوي واش راح يقوم بالدفاع فقط وإنما راح يقوم بالهجوم أيضا وإذا بدأ بالهجوم خوتي فإيران راح تغتنم الفرصة لأنها هي الأخرى تريد الانتقام وانها اللي انتقمت يعني درتت الأمر وحدها ولكن أدخيله الآن كيف يكون لي قادر يعاونها جيش حزب الله الذي يعده جيش أقوى حتى من الكثير من الدول العربية كومبلي إسرائيل الآن راح في أكبر ورطة لها حتى المساعدات بتاع أمريكا وماش راح يساعدوها بزيف إلا إذا دخلت أمريكا يعني في الحرب 100% بكاملة قوتها رغم هذا شفنا كيف أمريكا استخدمت قوتها الكاملة ضد الفيتنام ومقدرت الهج الفيتنام سحقت أمريكا وفازت عليها عليها لأنهم أصحاب الأرض ويعرفوا أرضهم أفضل من أي عباد وحد أخرين تم ورشاكم في هذا الموضوع أخوتي خبرونا لكم في تريقات من خصوص إيران سيكون هناك اتفاق رائع بين الجزائر وإيران حيث ستقوم كل من الجزائر وإيران بإلغاء التأشيرات السياسية والخدمية بين البلدين يعني مثل الخدمين والتجار اللي يروحوا يشون من عند إيران ولا نفس الشيء بالنسبة للإيرانيين اللي يجوا للجزائر باش يتسلعوا ولا باش يخدموا راح تلغى التأشيرات بالنسبة لهم يعني يدخلوا إلى الجزائر دون الفيزا يعني يدخلوا ديريكت بالباسبور راح يدخل ولكن هذا فقط الخاص بالتأشيرات السياسية والخدمية أما بخصوص التأشيرات العادية زيعمالي لمواطن العادي ولا السائح فرهبت لحد التنازل وقريبا جدا سيتم إلغاء التأشيرات العادية بين البلدين الشقيقين الجزائر وإيران فتم أخواتي يشاركوا في هذه الأخبار لو كانت تلغى التأشيرات لإيران وتكون الرحلة فيها رخيصة زيعمالكم حابين تروحوا سياحة إلى إيران أخواتي خبرونا لكم في التعليقات وصوصا أن إيران بلد مسلم يشبه بزيف للجزائر حتى في العلامة عادنا نفس الألوان خبرونا لكم في التعليقات خواتي حول هذا الموضوع وقبيل خواتي كنت نظر هكذا في تويتر حتى نشوف المنركة قاعدين يشاركوا جمال مدينة جديدة جزائرية مدينة زازقا في ولاية تيزي وزو يعني خمسة راف واحدة سكنية يقولوا على المنطقة كيف شابه بزيف وكيفه جاية في سفوحي الجبل في منطقة القبائل ونقولوا على ما يعوضوش يعني المملكة الآن متعوضش جزال ضحايا زلزال الحوزة بسكنات مثل هذه وصراحة خاتو يعني حتى أنا ما كنت عارف بلي تكزيستي مدينة جديدة جميلة في تيزي وزو مثل هذه مدينة الضحمة على فكرة أخواتي شوفوا الفيديو هذا ها الغنية كوبي رايت أتفل جبال هبطة جديدة يا أخواتي وش رقم في هذا الموضوع في الخبر الآخر رئيس تركيا يبعث النائب التاعو إلى الجزائر حيث حل مساء الأحد نائب رئيس الجمهورية التركية جوتا يلمازا في زيارة عمل إلى الجزائر راح تقعد ولا راح تدوم يومين في الحقيقة الجزائر هي لبعث الدعوة للرئيس التركي أردوغان والرئيس تركي بعث النائب التاعو للجزائر للمشاركة في الطابعة الخامسة والخمسين لمعرض الجزائر الدولي اللي راح تنطلق الفعالية تتاعو اثنين يعني 24 جميع يعني غدوة هذا الأمر خوتي مهم للغاية لأنه في هذا المعرض راح تتحطى الكثير من يعني الإنجازات على الجزائريين ورح يتم فيه عرض 700 عرضا وطنيا ولكن أيضا راح يكون هناك عروض أجنبية لعشرين بلد هذا الأمر خوتي راح يساعد الكثير من الجزائريين لإنطلاق في استثمارات ضخمة راح تعود بأموال طائلة على الجزائر أيضا الجزائر ربما يمكنها الاستفادة هي الأخرى من استثمارات أجنبية ولكن أرى أنا بتبالي خوتي يجب على الحكومة الجزائرية الآن استغلال هذا الأمر ويروحوا المسؤولين لهذا المعرض يشوفوا كفاءات الجزائرية وشرم يقدموا في هذا المعرض ويحاول الاستفادة من هذه الكفاءات لأنه صراحة في الجزائر هناك كفاءات ضخمة أشترككم أخوتي في هذا الموضوع خبرونا لكم في التعليقات كميرا كتوفرنا وصلنا لنهاية الفيديو إذا أعجبكم أخوتي تنسى تكليكيون على زر اللايك واشتركوا في القناة وفعلوا الجرس ومنتظرونا مع المزيد من الأخبار شكرا الله أحفاظكم أخوتي وإلى اللقاء